اشتركوا في القناة البابات اردوغان تقود المعادلة الكردية في سوريا وبينس يقرب الخلاف مع الاردن حول القدس اسرائيل تحتفي به والفلسطينيون يقاطعونه الى صحيفة الاخبار وفي العنوين لبنان امام تحدي الاختراق الاسرائيلي سوريا غزوة انقرة الثانية ونتابع مع الجمهورية الرعي المسؤولون منشغلون بالفساد وبالصورة التوغل التركي في عفرين جون ايف لودريان سابحث مع ايران مسألة تمويل حزب الله وفي المقالات الاخرى انتخاب والتمديد في غياب الصوت التغييري الى صحيفة المستقبل التي عنوانت بيروت عاصمة الفرح وايضا الصورة من وسط العاصم بيرح صحيفة ايرانية الاسد مخنث المعارضة السورية في موسكو لحسم موقفها من سوتي وتركيا تهاجم عفرين لاقامة حزام امني ونتابع مع صحيفة البلد التي عنوانت التماسك الامني يعود الفلتان السياسي ظرفيا غصن الزيتون يفقد رمزيته باشارة طبعا الى ان غصن الزيتون يرمز الى السلام بينما هو استعمل عنوان المعركة وعنوان التوغل التركي بسوريا هالمرة النبض يأم وسط بيروت مجددا بلا حواجز عبدالله لبانس قلقونا من قرار رئيسكم ازاء القدس عنوان الانوار جاءت كالتالي حملة عنيفة على محاولة تعديل قانون الانتخاب عشية اجتماع اللجنة الوزارية نجاة احمد الحريري وعائلته من حريق في سيارتهم بصيدة وقد تبين ان الحريق هو نتيجة احتكاك كهربائي بحسب ما اكد بيان طالع عن تيار المستقبل بالساعات الماضية واحمد الحريري وزوجته وعائلته كانوا بقلب السيارة ولكن لم يصب اي منهم باي اذى اللواء ابراهيم مهمة الامن العام مكافحة الارهاب وحماية اللبنانيين والمقيمين والقوات التركية تتوغل في سوريا والجيش الحر يحاصر عفرين نتابع مع صحيفة الشرق تركيا تعلن دخول جيشها الى عفرين تناقض في الثنائية نصر الله كلهم مع الانتخابات بر يعملون للتأجيل ارتفاع احتياطي المركزي الى 55 مليار دولار مطالب القطاع العقاري في مذكرة الى الحريري والبحرين حزب الله يدعم خلايا ارهابية تستهدف امننا الى صحيفة الديار الجيش التركي يضرب عصب القوات الكردية ويفصلها الى نصفين 150 غارة جوية تركية وقوات تركية ومعارضة سوريا تدخل الى عفرين هل تحصل مجابهة لبنانية عربية ضد السعودية في القمة سد دول عربية ترفض تسميات المقاومة ارهابية وختام عنوين الصحف مع صحيفة البناء حكمة كردستان العراق في الازمة الايرانية الاخيرة فتحت باب التطبيع لها في بغداد وطهران الحرب التركية الامريكية الكردية في عفرين تسرع انجازات الجيش السوري تسرع انجازات الجيش السوري في ادلب عض اصابع دستوري حول تمديد المهال وتعديل قانون الانتخاب يربك موقف الحريري والختام كالعادة مع الكاريكاتور كاريكاتور الشرق اليوم اللجنة الوزرية لدراسة قانون الانتخاب نشوف الرئيس بره هو شرطي الصير اللي عم يمنع مرور التعديلات وهو تحديدا اللي عم يمنع مرور حق المغتربين بالاقتراع عبر تمديد المهلة الى 15 شباط اما صحيفة الجمهورية فعنونت عن التطورات التركية وعملية عفرين تركيا وعملية غصن الزيتون ومنشوف وكأنه غصن الزيتون تحول الى قذائف بيحملها اردوغان وحمامة السلام تحولت الى اردوغان الرئيس التركي لتوغل في عفرين والكاريكاتور الاخير مع صحيفة النهار اللاجئون السوريون هنه محاصرين مثل ما عم ينتابع بين الحرب من جهها والبرد من جهها تانية وذلك بإشارة طبعا الى مقتل نحو 15 نازح سوري كانوا عم بمروا عبر المعابر غير الشرعية بالبقاع الغربي باليومين الماضيين وتم انتشال جثثهم من بعد اكتشافهم اشتركوا في القناة